السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار دا نتكلم على الوظائف للعملين في مجال البيم ده حسب الكود بي اس 1290 جزء الثاني للصدر في 2013 ده الجزء من الكود البريطاني بالله احنا عندنا المالك بيبقى معاه امبلوير ري بريزينتيف وتكنيكال ادفايزور والنحية الثانية اللي هو اللي بيعمل الموديل او اللي سابلات تشين بينهم العقد بنلاقي عندنا فيه information management وcoordination management والاتنين تحتيهم design lead وبنلاقي ان اللي بيعمل الموديل بيبقى عندنا task team manager تحته بيم اسوريس وتحتهم task information manager دي الوظائف وتعالى بقى نتعرف على كل واحد فيهم ايه اللي مطلوب منه او ايه الحاجة اللي هو بيعملها هنلاقي عندنا ان المدير معلومات المشروع اللي هو project information manager ده بيعمل ادارة عمليات واجراءات المشروع اللي تبادلوا معلومات وبيبدأ في تنفيذ خطة معلومات المشروع وخطة معلومات الاصول اللي هي project information plan and asset information plan والproject information manager بيعمل مساعدة في اعداد مخرجات المشروع يعني على سبيل المثال بيحدد ال data drop هتبقى امتى وبينفذ protocol BIM بما في ذلك تحديث الجدول الزامن الانتاج والتسليم الموديل production and delivery طيب مساعدة المالك اللي هو employee representative ده بيعمل تحديد لنقاط القرار الرئاسية تحديد صيغة الاسئلة اللي بتسيئل للصابلات الشين عشان نتأكد ان هو عمل مطلوب منه او هيعمل مطلوب منه اللي هو احنا لسه ما مندرش العقل بيعمل تنفيذ لبرتكات المعلومات بياخد النموذج المعلومات سواء يقبله او يرفضه بعد كده عنده ده من دام الوظائف المصامم الرئيسي اللي هو design construction lead ده بيعمل تطوير خط تنفيذ البيم اللي هي البيم extension plan بيعمل تعيين الفريق اللي عمل وتقييمه بيحدد مستوى التفاصيل اللي هو دي بيحدد حجم الاستراتيجية تفويد نموذج معلومات المشروع بعد كده بلنا عندنا مدير تسليم المشروع project delivery manager ده مسؤوليته انه هو يعمل خط تسليم المعلومات الرئاسية مصر information delivery plan وهو وصل التصال بين فرق العمل بيأكد على تسليم نموذج المعلومات بيضمن ان فريق العمل عنده قدرة على تقديم المطلوب منه بيقلل ويحدد ويخفف المخاطر التسليم بعد كده ندخل على مدير معلومات المشروع project information manager ده بيرفع التقرير لمدير تسليم المشروع بيعمل شكل معايير المشاريع والاسريب والاجراءات بيضمن الامتسال لنموذج المعلومات ده بيرفع التقرير للمصمم الرئيسي بيضمن ان التسليم تبقى لخطة تسليم المعلومات task information delivery plan بعد كده عندي مدير معلومات task information manager ده بيرفع التقرير لإدارة معلومات المشروع ومدير التصميم الرئيسي وده نقطة الاتصال لإدارة المعلومات ويعمل تشيك وتأكد ان احنا ملتزمين بالمعايير والاسريب والاجراءات ومسؤول عن التعليم والتدريب وبعد كده عندنا مدخل للمعلومات information source ده انتاج وصيانة المعلومات والنماذج والمحتوى تنسيك المعلومات بيكتشف المشاكل الموجودة عشان التسليم بيبعث المشاكل لمدير الـ interface manager الـ interface manager بيعمل حل المسائل التنسيق وأن هناك مسان كلاشات وبيعمل التنسيق مع الناس في الأقسام الأخرى ولو في مشكلة بيش قادر يحلها بيطلحها للمسادم الرئيسي ده اهم الوظائف في الكود PS192 الجزء الثاني اشتركوا في القناة